اهلا بكم مشاهدة تلفزيون اليوم السابع في متابعة اخبارية جديدة والنهاردة هنتكلم عن لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومع الدكتور مهندس محمود مصطفى اسمت وزير قطاع الاعمال العام السيد الرئيس خلال هذا اللقاء طبعا اكد على اهمية تدعيم اصول شركات قطاع الاعمال العام والاستفادة القصوى من هذه الاصول بالاضافة طبعا الى تطوير وتحديث المصانع خاصة مصانع الغازل والنسيج ولزا ما حضراتكم عارفين مصانع الغازل والنسيج بيتم تطورها حاليا بحوالي 23 مليار جنيه وان شاء الله مطلع العام المقبل سوف يبدأ الانتاج فيه المصانع اللي موجودة مصنع واحد ومصنع اربعة ومصنع ستة طبعا في شركة مصر الغازل والنسيج بالمحالة الكبرى كمان سيد الرئيس استمع الى شرح من وزير قطاع الاعمال العام حول استراتيجية وخطة الوزارة سواء فيما يتعلق بتنمية محور الاصول او بتنمية الصناعات او بالسماح للكطاع الخاص بالشراكة بالاضافة الى طبعا الاطلاع على تجربة القطن قصير التيلة وزا ما حضراتكم متابعين معنا وخلال الانفراضات اللي كان اليوم السابع بينفارد بها بالصور خلال الفترة اللي فاتت انا بنتكلم عن انتاجية وصلت 10 انطار للفدان القطن قصير التيلة ودي انتاجية فوق الممتازة خاصة في ظل ظروف الاقتصادية الحالية وصعوبة استراد الاقطان القصيرة بالتالي احنا بنتكلم عن اقطان قصيرة موجودة امكن تبلغ قمتها اكتر من 70 مليون جنيه وده بيأكد نجاح التجربة وبالتالي ان شاء الله السنة الجاية هنشوف توسع في الزراعات كان السنة ده طبعا على مساحة 1250 فدان السنة الجاية ان شاء الله امكن نشوف 10.000 فدان وزير قطاع الاعمال كمان استعرض جزء مهم تدريب الفن وتأهيل العاملين وهيكلة الشركات الموجودة بالقطاع لتعظيم الاستفادة من هذه الشركات سواء بالطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة او بدخول شركاء استراتيجيين خاصة ان في شركات مهمة جدا جدا شركة مصر للتأمينات الحقيقة متوقع طرح 25% منها عندنا مصانع الالمونيوم عندنا مصانع كيمة عندنا مصانع مصر لصناعة الكيمويات وشركات كبير بالاضافة لشركات السياحة وكلها شركات ذاتة ملأة اقتصادية جيدة جدا مجازبة للاستثمار وده ممكن يعني انا عايز اقول لحراركم احنا بنتكلم عن في حدود 10 مليار دولار ممكن تكون حصيلة من الاستفادة من هذه الاصول الموجودة في قطاع الاعمال العام هيكون معنا ومعاكم محاليا المهندس عماد حمدي عضو مجلس ادارة الشركة القبضة للصناعات الكيموية ورئيس النقاب العام للكيمويات الامين العام للتحاد العربي للنفط والمناجم والمحاجر اهلا بك باش مهندس عماد في تلفزيون اليوم السابع النهاردة سيادة الرئيس اجتمع مع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام وكان طبعا محور الحديث بينصب حول الاستفادة القصوى من شركات قطاع الاعمال العام واستغلال حصول الشركات خاصة انزل حضرتك عارف انه شركات قطاع الاعمال لديها خبرات فنية كبيرة جدا جدا ياريت حراك تكلمني عن هذا الملف كيف يمكن الاستفادة من مصانع شركات قطاع الاعمال العام القائمة مايه انا بك اتكلم من موضوع مهم وانه اه 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 تأكيد اه تقامة الرئيس على اه رهانه حول الصناعة اه تمر الاقتصاد اللي بتتكلم فيه على تكتير كل الجمهور الخاصة للاقتصاد صناعة اه مبادرة ابتاء اللي بتتكلم في تقامة الرئيس وان اه اتلاقها في تقامة الرئيس لان اه اه رهان دولة انها اه اضرر عن الصناعة صناعة كل اه كل اشكالها سواء اه ساعة عمال عام او الفتاعة الخاص بانه طبعا اه اهمية الصناعة اه ان هي تستطيلك الاحتياج الداخلي اه بتقللك احتياجه في العملة اه اه بتوفر اه ايدي عملة بتعمل دوران لمعادل رأس المال في السوق وبالتالي اه بيحصل انت عاشا اه عملة بتاعة التقوى اه النهاردة انت كمان مش تبقى فاصل على احتاجات احتاجات داخلي ولكن كمان اه اتفادة من استطاقات المواقع عليها مصر التصدير للخارج في الدولة للمدورة وطبعا احنا موقعين على احتاجات مهمة زيال كوميتا وزيال اوروبا نحن التصدير في بعض الصناعة الاوروبا بتزير جمالك اقطاع العمال عام اه مهاردة بتقلته وزير مهندس وممكن ان اكد على كلمة وزير مهندس لان احيانا بيوقع الموادس رؤية مهمة جدا اللي الناس بتشوف ان الحاجة دي قديمة ولكن هو عنده رؤية مختلفة لان هو يقدر يتوار وان هو يقدر يخل الامر القديم ده امر حديث ومتطور يعني الوزير تحدث عن معاني عن تطوير المصناعات مهمة الرئيس بيأكد على تطوير الصناعة اعتقد ان شركات قطاع العمال عام عندها فرص مهمة جدا بالغاز والنسيج اللي احنا كان لنا صنعة كبيرة فيه والرئيس اولاء اهمية كبيرة صنعة الدواء في بعض الدول المجاورة لنا بصفتي امين عام الاتحاد عربي لعمال النصر والمناجم والكماعيات اه 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 جبت كل الدول وشفت اه لا فيه دول النهاردة بدأت اه من عشرات كثلين النهاردة تحت المكان رائب في اه الاتدواء احنا احنا كمان نستطيع ان احنا نكون اه رواد من المواد صناعة الدواء الصناعة المهمة جدا والصناعة الامن القومي واللي عندها فرص كبيرة دواء شركات قطاع الاعمال العام او القطاع الخاص والشراكة ايضا من القطاع الخاص أيضا صناعات مهمة زي صناعة الإطارات للسلوء المصري النهاردة بيعاني من حجر شديد جدا في صناعة الإطارات المتأثرة موجود إطارات متأثرة الشركة الوطنية الوحيدة لنقلة المهندسة وخامة الرئيس أصدر تشكيل لجمة لتطوير هذه الشركة والاستفادة من إطارها الموجودة في سموحها وده أحد النماذج أن أتكلم عليها لإطارة الموجودة في سموحها لعمل مصنع لها على أرضها الموجودة في العاملية وممكن إحنا كنا طرحنا أن الشركة دي تشتغل على أرضها الموجود سندين في سموحها أستاذ عماد شركة النقل والهندسة لو تكلمنا عن تشغيل العاجل هتحتاج قد إيه علشان بس الناس اللي امتبعانا مصنع رجل النقل المعدني هذا المصنع أحدث من مصانع إطارات كتيرة كده موجودة على مستوى العالم المصنع ده مكينات كلها من اليابان من تورنطا من ألبانيا من أمريكا كلها مهمة جدا يحتاج بعض الأمور كم فلوسها والشتر عامات والله يعني أنت تتكلم ممكن في حوالي يعني عشان يشتغل حاليا نوعا محتاج بس التوطير للخماية ولكن هناك مكينة معينة ممكن تكون محتاجة خمسة تسسنة مجموين دولار إسماء الكاليندر وتيجي وتشتغل ملعب محمودة المصنع ده المصنع ده المصنع ده لو سبناه الزمن خلاص بيانتهي لكن لو شغلناه إحنا بنستفيد المصنع يعطبوا بتكلفته النهاردة حوالي مليار جنيه مصر ممكن تحطه مع المشروع التجليم أستاذ عماد كان السيادة الرئيس يتكلم النهاردة عن تطوير شركة المصر للسيارات وإحنا بنتكلم النهاردة عن مصنع لإطارات السيارات النهاردة التوطير من النهاردة الاتنين إزاي بيشتغلوا مع بعض النهاردة المغرب بدأت دولة دولة المغرب شقيقة بدأت في صناعة السيارات ننزو حوالي يعني حوالي عشر كمهات النهاردة هي رأيضة في صناعة السيارات إحنا عندنا القدرة من خلال نطر السيارات إن إحنا نعود بقوة وسد الإحتياج كل شيء في الأزمة طبعا التركيز هيكون السيارات الكهربية أو السزع الماد سواقف السيارات السيارات تعمل بالغاز كل ده سيء في احتياج وإحنا ممكن إحنا عندنا كل الصبعية الأزمة بقى نظر مطر يحتاج الإطارات مطر ستتورة ١٠٠ مليون دولار وأكثر إطارات سنويا إنه النهاردة لما تسد هذا الإحتياج وتسد ه دلوقتي وتبدأ تشتغل فيه دلوقتي أعتقد هذا هيبقى أمر مهم جدا على أي المشكلة كلها زي ما الرئيس بيشتغل في القوة وزي ما الرئيس يعتبر رجل فايتر ويقاتل في كل مكان من أجل تطوير مصر ومن أجل نهضة مصر 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 عارف أن القطاع الخاص بيكون عنده نوه ولديه ملاء 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 شايف الملف ده ازاي بالنسبة للشركة كانت 2002 كانت معرضة لبقصفية لما نهاردة كانت يختلف الشركة كيمة 2021 وهي نهاردة بتربح 400 مليون 600 مليون وأعتقد السنة جاية ممكن تقفل بأرقام ثانية كبيرة وصناعة لأسنة رائدين فيها والعالم النهاردة بيشهد اجتفاع منون في الأسمدة واحتياجات واحنا بتصدر للخارج وأعتقد أن فرص اجتفاع الخاص معنا في هذا المجال سواء مجال الإطارات أو مجال الأسمدة أو مجال الورق اللي فيه عجل سبير أو مجال الأدوية أهلا وسهلا بمشاركة القطاع الخاص أحيانا وكمان ايه المشكلة حتى لو ممساين في نسبة أقل من 50 في مياه لو بيملك النهاء وبييملك الاستثمار القوية أهلا وسهلا دي يدير معنا كمان أو هو اللي يدير يعني النهاردة الرئيس تكلم على في حاجات معانة الفتاعة الخاصية بيملك قدرة الإدارة أهلا وسهلا يدير حتى لو نسبة مشاركة العالم الأزمات اللي ما نقود في العالم وإحنا جزء من العالم الكل تأثر ومتقد عن أقلاص كبيرة جدا إن إحنا النهاردة نسوق للمنتج المحلي يبقى في قرارات أخرى مصاحبة لأن في أمور غير البناء طبعا البناء التحتية على الرئيس فقامة رئيس عمل فيها شجلة هائل الناس قدام على مستوى العالم تبقى لنا بقى تغيير المنثالة بتاعة البشر عشان نسهل دخول الخماس الإنتاج نسهل دخول الماكينات اللي هتمسد على الأرض مصر نسهل دخول كل الأمور دي وإن تبقى المواني بتاعتنا بتنافس مواني العالم وإحنا 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 بدئين قابلين إن إحنا نخلط على البضاعة اللي موجودة في خلال اليوم ولا يومين لأن البضاعة اللي هتبقى موجودة في برضو نقطة مهمة جدا البضاعة اللي هتبقى موجودة على أرض المين إحنا كل شوية بندفع الشركات بتدفع لها تدفع لشركات الشحن العالمية غرامات مثل الله القيادات لازم تكون على نفع الشك بتاع فخام الترقيق إنها مدرة على أكثر أستاذ عماد مناسبة القيادات وأخيرا عايز أسأل حراك السؤال الأخير سيد الرئيس كان أكد على تأهيل وتدريب العاملين بالشركات حراك شايف الملف ده يعني وصل لفين حتى العامل الرئيس مدر قيادة من احتياجات الدولة مدر قيادة من احتياجات الدورة العصرية عندما اتحدث الرئيس عن تأهيل وتدريب القيادات لأن الاستثمار في البشر أهم من الاستثمار حتى في الماكينات لأن البشر ده اللي بيخترع الماكينة وهو اللي بيبقى قادر على الرؤية ولازم يكون التدريب التدريب أولا لازم يكون هناك المدربين هم مدربين مشتقربيين المدربين عصريين من أماكن من برة مصر وثالث مصر لنفسي عندها قدرة على إماية تعد كادر مهمة عندنا كوادر مهمة ولكن محتاجة بس نحن نفض عنها طراب ونخطيها علم ونعطيها الثقة بالإضافة أن العائل يشتغل ضيبان نفقه نفقه لأملف مهمة جدا طبعا بالأضافة لعودة البعثات اللي عاملين في الخارج طبعا ده مهمة جدا نفقه يا عمال تتكلم في حكاية الله العام من إمتى أنا بسأله سؤال إمتى حضرتك مؤتمرات العلمية الخارجية إمتى حضرت المؤتمرات البنية اللي الابتدائي حضرت لقاءات إمتى شفت العلب اتطور ورايح جاي يبدأ بعيد إمتى 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 تعمل التواصل مع الشركات إمتى الأران دي دي لازم يكون مابود عندنا للتواصل مع كل الشركات تكون الأمور دي أمور مهمة جدا لازم فتاة الأعمال العام لها مكمن النهاردة نقدر نكذبه في كل الأمور دي أعتقد عندنا فرص جدا جدا بالأمر الأمور صعبة على المستوى العالم لكن كل قيادة حقين على المستوى الصباح بإنس تزل الناس عايزة تشتغل وزي فتاة الأعمال عام المستوى شايفين بيتحرك وعايز بيطور الشركات تركتنا لها فرص جديرة جدا ونبعد عن التطوير ونتكلم عن التطوير إن شاء الله احنا مستوى في هذا دقاء كل الخير أشكرك المهندس عماد حمدي قدو مجلس ادارة الشركة القبضة للصناعات الكيموية ورئيس نقابة الكيمويات الأمين العام لاتخاذ العربي النفط والمهاجر دي كان متابعتنا النهاردة للقاء سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمود عصمت وزير كطاع الأعمال العام واللي أكد سيادة الرئيس فيها على أهمية تطوير كطاع الأعمال العام واستغلال أصوله بشكل كافي ومساهمته في اقتصاد الدولة بشكل كافي خلال الفترة المقبلة تحياتي عبدالفعليم سالم ونلتقيكم في تغطيات جديدة